تحرص السلطتان التنفيذية والتشريعية في مملكة البحرين على تعميق مسارات ومجالات التعاون والتنسيق المشترك وتسخير الجهود لتعزيز المكتسبات الوطنية وترسيخ النجاحات والإنجازات في مسيرة التقدم والازدهار بما يعود أثره على الوطن والمواطن نعم ويدعم هذا التعاون الجهود الثنائية والمساعي المخلصة لاستدامة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله تعاون وثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية ينقاكس على جملة من القوانين والتشريعات في مختلف المجالات والتخصصات ويثمر عنه تهيئة بيئة تشرعية قادرة على مواصلة ما تم تحقيقه من منجزات تنموية بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله علاقة مستدامة بين السلطة التنفيذية والتشريعية تكرس للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وترسيخ تنفيذ مشروعات خطط التنمية بكافة مساراتها بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى تحرص السلطة التشريعية على دعم وتعزيز التعاون البناء مع السلطة التنفيذية في كل المسارات من أجل مضاعفة تحقيق الغايات العليا والمنجزات الوطنية في وطن الأسرة الواحدة ومجتمع التكاتف والتعايش وتحرص السلطة التنفيذية دائما على الاسترشاد بالرؤى والتوجهات الملكية السامية في رسم خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الاستراتيجي المستدام مع السلطة التشريعية بما يمثل أولوية نظرا لشراكة الوثيقة ومسار العمل المشترك الذي يتسم بمستويات متقدمة من التنسيق على جميع الأصعادة ترجمة نانسي قنقر